السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان تحمل حماية البلاد أنا كمواطن جزائري اكتوا بنار الفتنة واكتوا بنار المأساة واكتوا بنار الغربة واكتوا بنار البعد عن الأهل وعن الأقارب وعن الأصدقاء واكتوا بنار البعد عن الوطن واحد من الناس اللي تم اطرد انتاعي من العمل تاعي في الجزائر ظلما وعدوانا واحد من الناس اللي تم منعي من النشاط السياسي في الجزائر ظلما وعدوانا في وقت سابق ربما الناس اللي كنته في القيادة انتاع الجيش كانت الأمور ربما ضباب بالنسبة لكم في تلك المرحلة منكم اللي كان ربما في الصف الرابع ولا في الصف الخامس أو ربما كان بعيد كل البعد عن القيادة انتاع الجيش لا شك هو أنه اختلطت بعض الأمور لا شك هو أنه القيادة في تلك المرحلة انتاع الجيش كانت متورطة كما يقولوا بكرعيها وبيديها في المأساة وسل الدماء كثيرة ناس اختطفوا وناس تردوا من العمل تاعهم ناس تم التهجر تاعهم ناس تم الاعتداء عليهم سواء في الممتلكات من تاعهم والله في المحار من تاعهم إلى غير ذلك صارت كوارث في البلاد صارت فتنة واختلط الحابل بالنابل لا شك هو أنه راه كين منكم اللي راه متورط مثل أبناء الشعب المهم صارت أخطاء كارثية في البلاد كين بعض الأشياء اللي ورثتوها وورثناها مع بعض نتيجة تاع الانقلابات نتيجة تاع تصفية تاع الحسابات يعني منذ نشأة تاع هذه الجمهورية الجديدة هذه التي لم تؤسس كما قلت في تسجيلات مختلفة لم تؤسس على أساس صحيح كانت هناك انقلابات كانت هناك تصفيات يعني بحيث هو أنه كانوا ناس اللي راحوا المهم راكم تعرفوا شخصيات اللي تم الاغتيال تاحة سواء تم الاغتيال تاحة من طرف جزائريين أو تم الاغتيال تاحة من طرف عمالاء أو تم الاغتيال تاحة من طرف ناس وما استغلوا هذه الفرصة وقتلوا ناس تم استهدفتهم وتم حسبان هذه الجرائم وهذه الاغتيالة حسبتها على الناس اللي كانوا في البوفور يعني مثلا لو ناخذوا مثال كهذه الاغتيال انتع خيذر وانتع كريم بالقاسم فيه تصريحات يعني سمعناها وربما راكم سمعتوها من طرف الجنرال بن يلس يقول باللي الاغتيال تاحة لم يتم من طرف جهة سعى المخابرات بمعنى انه فيه جهة ثانية كانت هي تتربص وهما كانوا معارضين لشكل النظام تعبوا مدينة ولا انتعبا بالله وهما تم الاغتيال تاحهم اغتيال تاحهم ولكن هما تحسبوه على النظام المهم صارت فيه اشياء واحد اخرى ركما على بالكم بالاغتيال التي انتعى كثير من القادة وكثير من شخصيات كان اللي اغتالوهم سياسيين وكان اللي اغتالوهم فكريين وكان اللي اغتالوهم بالرصاص وركم على بالكم باللي وقعت فيه اعدامات من بين هالاعدام شعباني وبدون ما نظل دخل في التفاصيل المهم كان اشياء اللي راكم ورثتوها ذرك الان الجزائر ماهيش في الوضع هداك اللي هي راها في الوضع انتها اثنين وستين في الوضع انتها اثنين وستين كانت المدارس مش موجودة اقتصاد مش موجود نهائيا الاراضي كانت جرداء الان الحمد لله راها الجزائر راها عندها البترول الجزائر راها عندها الخيرات وعندها الثروات الجزائر راها عندها مؤسسات ولو ان هذه المؤسسات هي ليست كما نطمح المهم كان مؤسسات راها كان برلمان كان مجلس الدستوري كان رئاسة كان وزارات مختلفات تعتربية انتع صحة انتع تعليم انتع شؤون دينية الى غير ذلك كان هياك الكين مؤسسات كان إطارات كفأة سواء الناس اللي قرأوا في الجزائر ولا الناس اللي رأهم في الخارج ذرك هذا بودفليقة في وقت سابق قال جبته للجيش كانت في ذلك الوقت يا سيدي نقرأ لكم الأعذار في تلك المرحلة قالوا دي هذا الناس نتوقع الفيس صح في البداية درت الناس ديمقراطية ودرت تعددية وكانت الناس تتعامل بصدق وكذا ولكن هذا القيادة نتوقع الفيس ما عرفوا ش صلاحهم أو ربما ما عرفوا ش يتصرفوا وربما حتى منهم اللي رأوا هو ضحية كان ضحية تعد الضغط الشعبي هذاك قالوا دي خذوا قرارات ولا خذوا بعض المواقف هكذا اللي هي يعطت الفرصة لهذا التيار الاستئصالي اللي هو أقصى الشاذلي وأقصى حمروش وأقصى القيادة هذيك ولكن احنا الله غالب كنا في تلك المرحلة خطلطت الأمور وإحنا مشينا مشينا مع القيادة نتاع الجيش ولو أنه كنا علبنا بها باللي رأها ظالمة ولكن كنا خايفين قلن باش نروح ربما الوضع كارثي أكثر نقرأ لكم الأحذار الآن درك هذا بوتفليقة جبته راكم تعرفوا باللي تم التدجين نتاع الحزب نتاع الجبل الإسلامية وأحزاب أخرى رأوا الآن ثلاثة فاس راح الكثير من الأحزاب جب الله راح راح بقات هياكل ولا بقات أسماء راح موجودة القاعدة الشعبية رأكم على بل كم بها والآن الأحزاب رأها خلاص راح حتى من الحزب حمس راح تكسر وصارت فيه مجموعة من القيادات هذا راكم تعرفوا الباقية بدون منظر الدخل في التفاصيل درك الآن وقعت أخطاء أخطاء هذه كين منها اللي انتم ما تحملوهاش وكين أخطاء اللي انتم ما تتحملوها ولكن كلنا معرضون للخطأ المهم ذرك هذا بوتفلي قاسي دي نزيدون قرأوا الإعذار كما قرأناها النس آخرين راه جاء هو قال مثل نرث وضع وضع دماء وضع كذا جاء هو كين بعض الأشياء اللي راه تحسب له راه قال نشط راه راه قال دار الجزائر راه منعت من حرب أهلية اللي كان تحرق الجزائر كامل تحسب له بعض المواقف قال مهما يكون الأمر هو هذا الناس اللي راه كانوا في الجبال ما عليش هو وزروال قال زروال راه بدأ فيها وهو زاد كمل فيها نقول أسيدي بل راه هو شارك في قال الفطورة باش تكون مثلا ستموت مليون على الأقل هو قال زيدي ولو راه سودا سودا ثغرى هاي زيدي معلش درك الآن ركما على بلكم به يا الإخوة على بلكم به باللي راه مريض وهذا راه الخاص والعم على بلكم ركما على بلكم به باللي راه مريض وعلى بالوضع انتاع البلاد على بالوضع الاقليمي كيف شراها الحرب في ليبيا وكيف شراها الأمور تجري على الحدود وعلى بالكم باللي راه كاين مشاكل رانا ورثناها ذرك الآن هذا الشباب اللي الآن في 2017 نحن الآن رانا على أبواب 2018 ما راه همش نفس الشباب اللي كانوا هما في الستينات اللي ارتووهما بالوطنية هذيك واللي هما كانوا عايشين الكفاف والعفاف ويعرفوا الاحترام منتع الوالدين والاحترام منتع الجار وكذا 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 الآن راه تشوفوا في الشباب هذا خاصة مع هذي الفيتن اللي راه موجودة راه الانترنت راه المواقع هذي نتع الفيسبوك ونتع اليوتيوب ومواقع كثيرة راه الازابليكاسيون راه الفيروس راه كثير من الجرائم اللي راه موجودة في الانترنت وراه كين جهات اللي راه يتخطط من أجل فصل البلاد وعلى بلكم بهذا الامور خلي نقول بللي ذرك هذا القرار هذا نتعتب بونا سيدي راه قال قرار خاطئ خلي نقرأ لكم الأعذار اللي واحد ما يقرأ لكم نقول بللي هذا القرار تعتب بونا سيدي بللي راه هو قال دار قرار خاطئ الجزائر راه على صفيح وراه راح قال تفجر وهو بدلا من أنه يهدأ الأمور قال راه صعد وراه يدخل فيه سراعات وراه قادر هو يفجر البلاد حتى ولو عن حسنية وراه قال مثلا حبي حارب الفساد كيف ما رام يقول الناس ولكن كيف ما يقول النية صحة ولكن الأسلوب خاطئ نقول لنقرأ لكم الأعذار ولكن ركما على بيلكم بللي ذرك بوت فيلي قاره مريض وراه رايح يموت في النهاية هو والله نا ما كان واحد رايح يخلط في الدنيا هذه إلى متى ركما تشوف ذرك بللي هذا التخبط وهذه القرارات الارتجالية هاكم شفتوا غير اليوم برك شفتو على وكالة الأنباء الجزائرية كيف ما نشرت ها لكم النوبل راه وتمتع وزير سياحة كيف ذرك إما أنه هذا الناس اللي راه مدرك في هذا الجهاز المخابرات ولا في الجهاز الإعلامي ولا في أجهزة مختلفة راه مدرك وما حب بني طر تقول بلاد إن كان بعض الأمور راه أنت ذوك لما تخرج من يدك لا تستطيع تتحكم فيها كمثال أنا واحد تصل بيا من البلاد وقال لي ويترجى فيها على جلب أنه نشر له تسجيل يترجى فيها ومن بعد تحدث معها على جلب أنه يعطي بعض المعلومات هكذا لما تأكد أنا من المعلومات من خلال رقم الهاتف والعنوان وكذا وكذا وكنت أنا على بالي بمجرد هو أنه نشر الفيديو راح ورايح ربما فيما بعد يعود التصل بيا مباشرة بعد ما نشر الفيديو يومين ذه يام أنا كنت على بالي بالي الرسالة تصل على المستويات بمجرد هو أنه وصل الفيديو للجهات اللي كان يخاطب فيها عود التصل بيا نحي الفيديو نحي دليل هو أن هذه الأمور تتعوى الإعلام راح أنت مرات أن تنشر حاجة لا تستطيع تتحكم فيها لذلك إخوة والأخوات ذرك هذا الناس اللي راح موجودين في القيادة تال الجيش راح على بالكم بالوضع في البلاد والوضع راح يتفجر لأن كثير من الأشياء راح الآن في هذا الوقت الحالي راح قيادات في الجيش راح موجودين الناس اللي قرأوا في الكولد كادي راح موجودين الآن في مستوى القيادة حتى إذا كان راح من هم اللي راح مخرجوه للتقاعد والأسيدي والراه المشكل هو أن مثل ما راح تستدعي في الناس يعني هذا زروال لما خرج من الجيش راح تعاوت لكي يجي هذه القيادات هذه للاستفادة منها لا قادرين تعودوا تتصلوا ببعض الناس من القيادات في الجيش اللي راه قال مثلا تم الفصل من لسبب أو لآخر خاصة من هذ الناس اللي قرأوا في المدرسة الوطنية يا سيدي تتكون قيادة من الجيش من هذه الإطارات الشابة قال سيدي من 45 سنة والله 57 سنة أو 60 سنة قيادة تهجيش ومن بعد يحدث حوار يا سيدي هذه الأحزاب يعني يجمد العمل الحزبي هذا يجمد لمدة تاعة ربع سنين خمس سنين راه لما ريض لما هو يتعافى راه يدير له مرحلة تاعة كونفاليسونس والله يدير له مرحلة تاعة نقاها هكذا على جلب يدير له المصاش والله يدير له مرحلة على جلب ينجبر الكسر يودي هذه فتنة في البلاد يودي هذا حرب لمدة قرن واثنين وثلاثين سنة ما تعال جج إذا كان نستمر في هذا التفاقم هذه الأخطاء وعدم إيجاد حلول دائمة لهذه المشاكل راه البلاد ماشية الهاوية غضوة يموت بوتفليقة في ظل هذا الوضع وفي ظل هذه السراعات وفي ظل هذه الإشاءات اللي راه موجودة راه البلاد ماشية المحرقة تتكون هذه القيادة راه كينين ذرك مثلا شخصيات سياسية سدي عندهم عقل عندهم تجربة عندهم نظرة بعيدة عندهم استشراف عندهم كذا كين الناس حكماء كين عندهم بعد نظر يحصل نقاش حوار هذا يتبت في الإقارة مريض قبل ما الناس تروح تعلن على الأجزة يكون فيه نقاش ويكون فيه وسمه حطوه في عين النهجة وحطوها سيدي في في مكان هكذا حطوله ناس خدمين يقوم به ولكن هذا التسير تعل البلاد خوه وهذا الفريق اللي رام داير به خلاص صراح وخدم عهد واثنين وثلاثة وربعة خلاص هذه الجزيرة مش تعباباه مش ملكه وهذا القياد انت الجيش هي الضامنة هي الضامنة لأنه الآن هي اللي رأى عندها السلاح وهي اللي رأى عندها القوة وهذه المؤسسات الإعلامية يتم الاتصال بهم هذه القنوات الفضائية وهذه المؤسسات الإعلامية المختلفة ويكون فيه نقاش حوار هادئ يا سيدي تتنقش الناس من أجل اتخاذ قرار ولكن تشكل حكومة انت وحدة وطنية وتمشي هذه الحكومة رأى قيل القيادة انت الجيش كينا قيادة رأى تمشي وهذه الحكومة رأى تمشي لمدة قال ما لا بنيش انت عام لا ما تخلي موت على روحه وإلى رأى أي شراء محطوط فيما كان هكذا رأى عنده الخدم انت الحكومة تحذر الناس تحذير جيد للانتخابات الرئاسية وتمشي الناس وحدة وحدة يعني لبناء البلاد أما هو انهم خليين هذه الأمور كيف ما رأى الشعب الجزائري الآن رأى يسأل كيف يحكم وفي ظل هذه الإشاءات في ظل هذه الضبابية في ظل هذا التخبط وفي ظل هذه الارتجالية رأى ما تعرف حتى وقت تتفجر رأى نشوفه من خلال تعليق التعشباب رأى كما يقول الناس رأى وصل لها الموس للرقبع بالإضافة إلى أن درجة الحرارة ما أعلم لكم بها في البلاد رأى كما يقول في البلاد رأى يخرج البئير يرعف رأى تحط بيضة طيب بالإضافة إلى الجفاف بالإضافة إلى المشاكل المختلفة العنوس البطالة سد الأفاق تكفؤ الفرص مكانش البناء الميس الرشوة إلى غير ذلك والجزائر رأى على أهب انفجار بصفتي كمواطن اكتوا بهذا النار تعل الفتنة وإكتوا بهذا النار تعل الغربة بصفتي كمواطن أتوجه بهذا النداء للقيادة العسكرية في البلاد رأى الآن قضية قوة ما كان حتى والشعب رأى يقف معكم لا خطر إذا كانوا خايفين من جهة الدولية الشعب رأى يقف معكم مثل ما وقف مع أردوغان ورأى يسجل لكم التاريخ هذه المواقف المشرفة ولكن إذا لم تتخذوا هذه المواقف المشرفة من أجل إنقاذ البلاد رأى الأجيال تلعن ورأى إذا تفجرت الأوضاع رأى لا القيد صالح ولا الناس اللي كانوا معه هذه باختصار كلمة تعي إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسه ومن الشيطان السلام عليكم رحمة الله وبركاته